لا نختلف على هذا الموضوع ومع احتفاصنا جميعا بحق التسليم بسعينا جميعا إلى مصلحة البلد وإلى رضا المواطن وإلى سعادة المصريين كلنا متوافقين على الهدف المقصد المقصد عند الجميع واحد وواضح وكلنا متفقين حتى على التوصيف والتشخيص أنه في مشكلة وأنه في بلوة وأنه في مرض لكن احنا كلنا بنختلف جزء التاني من التشخيص والعلاج خلاص مختلفين لما يبقى في عيان مريضه مستعص كده بتدوره على كونسولتو كونسولتو ده الديمقراطية اللي هو ايه تعدد الاراء ويبقى الراجل بتاع الكلا موجود راجل بتاع الاواية الدموية موجود وراجل بتاع القلب موجود يعني كونسولتو بيعالج أو لو أنا عندي مشكلة فنية في مصنع فبجيب الراجل بتاع البناء والإنشاءات بجيب الراجل بتاع الاتصالات والمعدات وبيجيب الراجل بتاع الصيانة ده باسم كونسولتو ده اللي فأنا مرضو في المفروض الحل السياسي وحل كونسولتو ان الافكار تتناقش في المرض وتطلع لو عملنا كزا نسوي كزا او في المشكلة الفنية البيت ده ايه للسقوط ننكسه ازاي فجايبين راجل بتاع انشاءات وجايبين راجل بتاع اه عمارة وجايبين حتى راجل بتاع ديكور وجايبين راجل خبير اه بتاع اسمنت اه وخرصانة ليه علشان نكون حل لمشكلة البيت المال للسقوط ده